وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب أن الحسابات الختامية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصري في الأونة الأخيرة وأشهد أعضاء مجلس النواب بقيام الحكومة بزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية في الموازنة دور الدولة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وجدت أن الدولة أنفقت في 30 ستة 23 تريليون 225 مليار بنسبة 55% من المصرفات منها 412 مليار عجور بمعدل نمو 15% 454 مليار الدعم والمنح والمزال الاجتماعية بمعدل نمو 32% أنفقت على التعليم 222 مليار بمعدل نمو 9% وعلى الصحة 147 مليار بمعدل نمو 8% ده طبعا يعني يبين دور الدولة في الاتجاه نحو رفع الأسعار السلبية التي ترتبت على رفع الأسعار على معضلات التضخم على نسب التضخم على المواطن إحنا وجدنا أكثر من مرة توجهات السيد الرئيس بإصدار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية ده كله بيترجم في الأرقام بالطبيعي أن في ظل الظروف والتغيرات الحالية يعني بيتغير الأرقام الوردة في الموازنة عن التنفيذ الفعلي ومارد بالحسابات الختمية لكن أنا شايف أن الدولة يعني قامت بدور مهم خاصة في هذا القطاع إحنا بنرائب كمان وبنشوف إزاي الحكومة بتقدر تستخدم كافة الكرود والمنح اللي هي بتمنح بالنسبة للمشروعات تمويل المشروعات كيفية إتمامها فالحقيقة دور كبير وجهد كبير بتقوم بيه اللجنة علشان خاطر تقدر ترائب ما تم تنفيذه فعلا خلال عمل مالي والحقيقة يعني الحكومة بتسعى دائما وبتوجيه من فخامة الرئيس إلى الاهتمام ببناء المواطن المصري عن طريق الاهتمام بالصحة والتعليم والكم من الحماية الاجتماعية